اليوم الأحد يصادف اليوم الثاني من عطلة عيد العمال في الصين وشاهدت البلاد عدداً كبيراً من المسافرين في اليوم الأول ووفقاً لوزارة النقل الصينية سجل يوم السبت ما يقرب من 59 مليون رحلة ركاب في جميع أنحاء البلاد وذلك يمثل زيادة بنسبة 150% على أساس سنوي كانت هناك ذروة في رحلات السكك الحديدية معما مجموعه 19.5 مليون رحلة في جميع أنحاء البلاد وهذا الرقم أعلى بنسبة 13% من الرقم في عام 2019 وهو أعلى مجموع يومي في التاريخ أما الزيادات السنوية للرحلات على الطرق السريعة تكون 120% وعن طريق الممرات المائية تكون الزيادات 80% وعن طريق الطيران الجوي فالزيادات وصلت إلى 440% تظهر الإحصاءات خلال العطلة التي تستمر خمسة أيام ارتفاعاً بأكثر من ثماني مرات في طلبات تأجير السيارات ترجمة نانسي قنقر